خلونا بعد إذنكم نعرف ما يجري في معرض الكتاب من خلال رسالة زميلنا العزيز محمود جميل أهلاً وصهلاً بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان برحب بحضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الـ 54 موجودين بننقل لحضراتكم الفعاليات اليومية الخاصة بالمعرض إحنا النهاردة اليوم الخامس على التوالي لاستقبال الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب والحقيقة النهاردة يعني إحنا من أول مجينا هنا كان في بعض الأحداث سواء الثقافية أو الفنية أو حتى لما تكلمنا مع الجمهور كان في بعض الرسالة خلينا نقول لحضراتكم إيه اللي كان موجود النهاردة تحديداً في اليوم الخامس أولاً طبعاً يعني السمة الأبرز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في كل أيامه ويوم بعد يوم هو طبعاً الإقبال الشديد على المعرض على مختلف الأجنحة الموجودة ومختلف الفعاليات الثقافية والفنية فطبعاً النهاردة كان فيه إقبال شديد ممكن يكون كمان يعني أكتر من إمبارح لأن إمبارح يعني تم تقدير عدد الزوار والجمهور بأكتر من 218 ألف زائر إمبارح في اليوم الرابع أما النهاردة أعتقد النسبة ممكن تكون في تزايد طبعاً الجمهور كان موجود النهاردة بيشهد عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الموجودة لو تكلمنا عن الفعاليات الثقافية فالحقيقة كان فيه عدد كبير من الندوات لو هنتكلم عن قاعة شخصية المعرض الكاتب الكبير صلاح جهين فكان طبعاً فيه ندوة بعنوان صلاح جهين وفن الكاريكاتير وكان فيه ندوة تانية كمان بعنوان الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد وديه طبعاً بتنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي الضراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية كمان فيه كان فيه ندوة أخرى بعنوان نحن والحضارة بحضور دكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار وكان فيه طبعاً ندوة أخرى لقاء مع المخرج جمال عبد الحميد وأيضاً فيه الصالون الثقافي كانت هناك يعني ندوة بعنوان كرة القدم هنا والآن بحضور كابتن حسام غالي وكابتن حازم إمام وطبعاً فيه قاعة الشعر كان فيه عدد من الأمسيات الشعرية وكمان كان موجود صناع المحتوى أما بالنسبة للبرنامج الفني فالحقيقة كان فيه فقرات فنية حلوة أوي النهاردة وكان أول فقرة هي طبعاً كراء لأصل ثقافة الأصمرات والحقيقة اللي قدموا فقرات فنية جميلة جداً تفاعل معاها طبعاً الجمهور ودي حالة ترفيهية جميلة بيقدمها معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال طبعاً البرنامج الفني الموجود وبالمناسبة كمان بمناسبة يعني أصل ثقافة الأصمرات كان فيه تنظيم رحلات طبعاً للجمهور من الإسكان البديل للعشوائيات طبعاً تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود برنامج لتنظيم بناء الإنسان ثقافياً وفكرياً من الإسكان البديل للعشوائيات فطبعاً شفنا أصل ثقافة الأصمرات وكان فيه رحلات طبعاً لأهالينا واحد واثنين وروضة السيدة فبالتالي برنامج مهم جداً طبعاً للاهتمام به يعني هؤلاء المواطنين من الإسكان البديل للعشوائيات كمان كان فيه فقرة التنورة التراثية وأيضاً كان فيه بعض الفعاليات الفنية الأخرى الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية كمان النهاردة لاحظنا وإحنا بنتكلم مع الجمهور ونسب الإقبال اللي موجودة داخل المعرض فيه وعي كبير جداً من الجمهور ببعض الأجنحة اللي موجودة زي جناح هيئة الرقابة الإدارية وكيفية مكافحة الفساد وكمان جناح حياة كريمة المواطنين قدروا أنهما من خلال وجود جناح حياة كريمة أنهما يتعرفوا على مشروع حياة كريمة وإيه اللي بيقدموا طبعاً المشروع من يعني مشروعات مختلفة في قرى حياة كريمة وحظنا أن فيه إقبال من الجمهور من مختلف المحافظات كان النهاردة فيه تنظيم طبعاً رحلة جامعية من جامعة العريش فشوفنا طبعاً أهالي شمال سينة موجودين النهاردة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكانوا مبسوطين جداً وبيعبروا عن سعادتهم طبعاً بتنظيم هذا المحفل الثقافي كمان النهاردة شهدنا يعني وجود مهم جداً لجناح المجلس القومي للمرأة موجود طبعاً عن طريق يعني ثلاث إدارات إدارة إصدار الكتب اللي طبعاً دورها بتوعي المرأة وكمان جناح آخر يعقد له بعض الورش التدريبية وجناح آخر لتعليم المرأة الحرف اليدوية الموجودة فبالتالي كان فيه اهتمام كبير جداً بالمرأة من خلال هذا الجناح أيضاً تجولنا داخل يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب فيه مشاركة مهمة جداً من الدول المختلفة يعني شهدنا مشاركة قوية لطبعاً سوريا وأيضاً المملكة الأردنية الهاشمية وكمان دولة الإمارات الشقيقة وكمان يعني الصومال الصومال موجودة طبعاً وبتشارك وكل دولة طبعاً بتقدم التراث والثقافة الخاصة بها وطبعاً بيعبروا عن شكرهم وعن سعادتهم باحتضان مصر لكل هؤلاء يعني الدول سواء العربية أو الأجنبية كمان احنا لاحظنا النهاردة يعني فيه تواجد مهم لجناح الهيئة العامة المصرية للكتاب حققت مبيعات كبيرة جداً خلال الفترة الماضية يعني تعدت الـ 47 ألف نسخة وكانت أعمال الكاتب الكبير صلاح جهين هي اللي حققت طبعاً أكبر نسبة مبيعات موجودة فبالتالي بنتكلم عن نسبة إقبال شديدة جداً وعي من الجمهور بالأجنحة المختلفة والخدمات اللي بيقدموها وجود الجمهور من مختلف المحافظات وعي ثقافي ومعرفي مهم جداً داخل الأجنحة ودور النشر المختلفة اللي موجودة دي كانت كل التفاصيل الخاصة باليوم الخامس على التوالي لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب لجمهوره وزواره وبالتأكيد هنتابع معاكم خلال الأيام القادمة كل ما هو جديد والفعليات المختلفة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكر حضراتكم على حسن المتابعة إلى اللقاء طبعاً كل الشكر زميل عزيز محمود جميل على هذه الرسالة الرائعة والتفصيلية كما جرت العادة وخليني أقولك كده اقرأوا تصحوا اقرأوا تصحوا اقرأوا تصحوا